في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على اقتصاد البلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة وسبعة وخمسين عنصرا إجراميا ومصرع أربع عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق خمس وعشرين مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم مائتين وتسع وسبعين قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط مائة واربع متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع تسعمائة وست وتسعين قطع السلاح ناري أبرزها جرينوف مائة واربع وثلاثون بندقية خمس وثمانون بندقية ألية اثنان وخمسون مسدسا سبعمائة وثلاثة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة ومائة وخمس عشر خزينة إضافة لألف وستمائة وواحد قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة ألف ومائتين وتسعين واربعين حكما قضائيا من بينهم ألف وثمانمائة واثنان وخمسون حكم جنايا ومائة وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون حكم حبسة ومائتين وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون حكم غرامة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما قاموا بارتكاب 12 حادث سرق متنوع وتم كشف عموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 125 متهما وإعادة 34 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1446 قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها قرابة 268.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 342.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 39 كيلو جرام وضبط حوالي 8 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 12 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 11272 قرص مؤثر و15118 قرصة رامضو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 32 مليون جنيها كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 18 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروعة بالمواد المخدرة اشتركوا في القناة